اشتركوا في القناة اضيف عليهم كوب من الشعرية المطحونة الشعرية الباكستانية نصف كوب من الحليب المكثف المحلة وملعقتين من القشطة واعجنها بعدها ابدأ اشكلها وانزلها في القوالب استخدموا اي قوالب متوفرة عندكم وبعدها ابدأ انزل عليها الصوصات استخدمت البستاشو والواتشوكلت واللوتس وكمان الشوكولاتة الغامقة خبطتين عشان الشوكولاتة تتوزع وانزل عليها الفستق والبسكوت وكمان حبات الشوكولاتة وادخلها التلاجة لمدة ساعتين او ثلاثة ساعات وافصلها من القوالب واقدمها ما احكي لكم قد ايش مرة شكلها حلو ومرة حلوة لتقديمات العيد وبالعافية عليكم لازم تجربوها وتعتمدوها وصفتنا لليوم بسكوت العيد بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة لازم تجربو الطريقة وتعتمدوها البسكوت مرة هش ويذوب بالفم احتجت لمية جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة اضفت عليها نصف كوب سكر بودرة وخفقتها بعد احضيف عليها ثلاثة ملاعق زيت ملعقتين من النشا ورشة فانيلا واخفقها لحد ما يصير قوام الزبدة طري وكرامي ويكون ابيض بعد احضيف عليها كوب ونص من الدقيق وابدأ اشكل العجينة على كور متساوية واوزعها بالصينية حبيت اذكركم بتطبيق كوكباد اللي استفتت مرة كتير منه في شهر رمضان التطبيق مليان افكار ووصفات مرة حلوة وبسيطة وسهلة وسريعة تقدري تبحث عن اي حاجة انت تحتاجيها سواء مالح او حتى حلو او حتى حلويات العيد وصفة اليوم اخترتها من تطبيق كوكباد وكمان حبيت اذكركم انه في عرض البريميوم اللي تقدري فيه تشترك لمدة 3 شهور اشتراك مجاني حملوا التطبيق وبالعافية عليكم لازم تجربوها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة